نحن نتحدث عن الدولة المصرية وابقى فكروني وإحنا في البرنامج نكمل كلامنا على الاقتصاد المصري اللي قالك أصله بعافية حبتي أقاو مسألة تزليل العقبات ده شعار بترفعه الدولة بترفعه علشان إيه؟ لتسريع وطير التنفيذ شبكة القطارات السريعة اللي بتدخل مصر الأول مرة في تاريخها وكأن التاريخ الحديث في مصر يصنع من جديد بل أكبر أبهى أجمل بكل استقلاليته بكل مصريته المحضة ده اللي بيحصل في مصر يا فندم حضرتك شايف دلوقتي اللي بيحصل في مصر الصورة اللي حضرتك شايفها من أرض الواقع ده واقع مش خيال حالة مش عارف أسميها إيه أقدر أقولك ثورة في النقل والمواصلات بتحصل في مصر في الشارع المصري ده القطر الكهرباء اللي حضرتك شايفه ده مش قطر عادي ده للمجري ولا الأشاش بس ده التشغيل التدريبي التدريبي التجريبي بتاعه التشغيل التجريبي لحين بإذن الله الإعلان النهائي عن إنه هذه القطارات التلاتة تلاتة يوسف أيوة تلاتة تلات أطرات مش تلات أطرات تلات أنواع من القطار الكهربائي ودي حاجة مهمة جدا وسيلة نقل جماعية نظيفة سريعة صديقة للبيئة ده واحد حديثة ودي مهمة جدا هل هي وسيلة نقل جماعية للأفراد فقط لغير لا ما فيه قطر البضايع أيضا وبردو حضرتك لازم تبقى فاهم كده المنظومة اللي بتتعمل في شبكة أطرات الكهرباء هي فيها الأفراد وفيها البضائع طب يعني إيه تلاتة يعني فيها الخطوط التقويلة إليها بتبدأ من العالمين على سبيل المثال وتذهب والحد بإذن الله العين العاصمة الإدرياء والعين السخنة وجل بحر الأحمر وما إلى ذلك وفيه الخط الأقصر اللي هو بيتحرك بشكل أكثر يعني أقل فيه المسافة وده اللي بيتحرك بقى من عندنا لحد العاصمة إلى آخره من عندنا يعني داخل القاهرة الحالية عاصمتنا العظيمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما إلى ذلك ده بقى الويندو اللي تحت اللي حالك شايفه ده شايف كادرين فوق بتاع العالمين ومرسة ما تروح تحت الداخلي جدا طيب ده غير طبعا الأطر البضايع اللي حضرتك شايفها دي حاجة اسمها المحطة التبادلية أي تبادل الخطوط والمسارات دي محطة المستشار عدلي منصور واقعيا اللي حضرتك شايفوا ده هو الحقيقة مش هو الخيال مش هو فيلم سينما مش هو جرافيكس مش هو 3D مش هو أي شكل من أشكال الارتفيشل انتليجنس ده مش ديب فيك خالص ده بجد ده مبني ده موجود على الأرض فانطلقت أعمال حفر مصار شبكة القطارات السريعة بالخط الأول للقطار السريع العالمين من الشمال إلى العين السخنة في منطقة حلوات وبدأت المحافظات الحمد لله في تزليل هذه العقبات أمام مسارات التنفيذ من أبرز المناطق اللي هتستخدمها شبكة أو هنستخدمها في شبكة القطارات السريعة هتبقى كالتالي خد عندك سيني الخط الأول ما بين العين السخنة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وستة أكتوبر والأسكندرية والعالمين الجديدة بطول ربعمية وستين كيلو متر قطار شديد السرعة عالي كفاءة أحدث حاجة في الدنيا بإذن الله طيب خط القطار الكهربائي سريع التاني برضو يمتد من فين بقى من المواني الرئيسية اللي على البحر الأحمر ذهابا إلى البحر المتوسط من مينة السخنة لمينة اسكندرية من جرجوب في غرب مطروح إلى آخره يتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضايع زي العين السخنة والمطاقة الصناعية في قناة السويس والعاصمة إدارية الجديدة اللي هيكون فيها محطة ركاب وبضايع طيب في القاهرة الجديدة في محطات يوسف طبعا في محطة محمد نجيب وحلوان لنقل السكان والبضايع والبدرشين في الجيزة ومحطة في قلب ستة أكتوبر ومدينة السادات الصناعية واسكندرية وبرج العرب والمطار وتمتد إلى العالمين الجديدة يمتد بعد كده لمتين كيلو متر لحد مطروح إيه ده ما شاء الله طيب الخط التالت يعمل إيه بقى يربط الغردقة وسفاجة بإنا والأقصر ويتم تسيير قطار كهربائي تسئيلا للسياح وتحركهم من الغردقة وصلهم إلى الأقصر خلال هما ساعتين بمنتهى الراحة والأمان كمان يبقى فيه هناك قطار تجاري ينقل البضايع من الأقصر للغردقة والعكس أيضا صحيح بس اللي اقتصاد المصري بقى فيها آه ما ليه معروفة الاقتصاد المصري اللي بيعمل هذه الشبكة شديدة أو الشبكة بالغة الحداثة بالغة الراحة بالغة هقول إيه الدقة كمان بتحصل في مصر طيب ده بيعمل إيه بالمناسبة كل ده اسمه إيه اسمه تقليل في تكلفة النقل تقليل في استخدامات الطاقة الملوثة للبيئة شغل بالكهرباء يبقى مش ملوث للبيئة ده شيء رائع جدا يعني كمان بيقلل الوقت وبيقلل التكلفة بتاعت استخدامات الطاقة وما إلى ذلك كل ده علشان إيه علشان جمهورية جديدة بكل حاجة فيها بمعانيها المختلفة الجديدة بمنظورها الجديد دولة مدنية حديثة